الباز أحمر الذيل طائر جارح يعيش في كل مكان في القارة الأمريكية الشمالية في غرب ألسكا وشمال كندا وحتى الجنوب الأقصى من بنما وجبال الأنديز الغربية وهو من أكثر البازيات انتشارا في أمريكا الشمالية يمكن للباز أحمر الذيل أن يتأقلم في أي مكان للعيش فيه وله أربع عشر نوع فرعيا يختلفون في المظهر ومكان العيش وهو من أكبر البازيات حجما في أمريكا الشمالية حيث تتراوح كتلته ما بين 690 إلى 1600 جرام وطولهما بين 45 إلى 56 سنتيمترا أما المسافة بين جناحيه عند فردهما فهي 110 إلى 140 سنتيمترا الشكل والهيئة أنثى البازي أحمر الذيل أكبر حجم من الذكر حيث تصل حجمها إلى 1000 غرام مقابل حجم الذكر التي لا تتعدى 1300 غرام أما ريشه فهو متعدد الألوان وتختلف هذه الألوان من نوع فرعي لآخر وكذلك حسب المنطقة التي يعيش فيها ولكن شكله العام وأحد لكل الأنواع الفرعية فالبطن لونه أفتح من الظهر وهناك خطوط بني غامقة على بطنه وهناك أيضا الذيل الأحمر المتميز والذي منه اكتسب هذا الطائر اسمه أما من قاره فهو قصير وغامق ومكوف وهو يملك ذيلا قصيرا عريضا وأجنحة سميكة كثيفة يمكن تمييز ما إذا كان الباز أحمر الذيل ناضجا أو غير ناضج بسهولة وذلك عن طريق لون العيون والذي يكون أصفر قبل النضوج فعندما تنضج هذه الطيور بعد ثلاث أو أربع سنين من خروجها من البيضة تبدأ قزحيتها بالتحول التدريجي الغذاء الباز أحمر الذيل من الحيوانات اللاحمة وهو يعتمد في غذائه على الصيد فهو يصيد الثدييات الصغيرة إضافة إلى بعض الطيور والزواحث ويختلف غذائه حسب الموسم أو الوقت من السنة إلا أن غذاءه المعتاد هو القوارض ومنها الفئران والسناجب أما الأغذية الأخرى فتشمل الأفعي والخفافيش والأسماك والحشرات ويأكل الباز أحمر الذيل في الشتاء ما حجمه 135 أغرام تقريبا في اليوم الواحد يصطاد الباز أحمر الذيل من مكان مرتفع ومخفي حيث ينقض على فريسته ويلتقطها وهو يطير وأحيانا يقتلها وهو على الأرض التكاثر ينضج الباز أحمر الذيل جنسيا عندما يصبح عمره سنتين وهو من الحيوانات أحادية الزوج أي أن الأزواج لا تفترق أبدا حتى يموت أحد الزوجين فإن مات أحدهما بدأ الآخر بالبحث عن زوج جديد ويقوم الزوجان بالدفاع عن عشهما معا لسنين عديدة أما نمط المغازلة فيكون بطيران الذكر والأمثى مشكلين دوائر وسعة في السماء وتصحب هذا الطيران صرخات الزوجين الحادة وبعد تكرار هذه الحركات يقوم الذكر بإمساك مخالب الأمثى بمخالبه وقد تدوم هذه الأنماط الغزلية عشر دقائق أو أكثر ثم يقوم الزوجان ببناء عش من العيدان على شجرة كبيرة أو على حافة جبل مرتفعة يبلغ قطره لعش واحد وسبعون إلى سبعة وتسعون سنتيمترا وارتفاعه قد يصل إلى تسعون سنتيمترا تقريبا ويتكون العش من أغصان الأشجار ويكون من الداخل مكان جلوس الطيور مغطى بلحاء الأشجار وأوراق الصنوبر وأجزاء أخرى من النباتات تقوم الأمثى بوضع البيض في فصل الربيع فتضع بيضة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ثم تقوم بإحتضان البيض ويقوم الذكر بمساعدة الأنثى على احتضان البيض عندما تغادر العش للصيد أو لمجرد تحريك جناحيها ويقوم الذكر بإحضار معظم الغذاء للأنثى بينما تقوم هي بالإحتضان وبعد 28 إلى 35 يوم يفقس البيض ويستغرق يومين إلى أربع أيام حتى يفقس موسيقى 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 موسيقى